اشتركوا في القناة الحضارة المينوية والحضارة الموكينية طيب بالنسبة للموكينيين فالحضارة التي تنسب إليهم أي الحضارة الموكينية اسمها مرتبط باسم أول موقع تم الكشف عنه تاريخيا خلال أعمال الحفريات وبذلك كان هذا الموقع اسمه موكيني فسمية مظاهر الحضارة التي اكتشفت في هذا الموقع باسم الحضارة الموكينية والواقع أن هذه الحضارة تمتد إلى أكثر من موقع حيث تشمل العديد من مواقع في بلاد الإغريق القاري وأيضا مواقع خارج بلاد الإغريق القاري هذه الحضارة قريبة جدا من الحضارة المينوية لدرجة أن عالم الآثار إفنز اعتبرها مينوية لكن بينت الأبحاث بعد ذلك أن الحضارة الموكينية هي حضارة مستقلة واعتبرت بأنها أول حضارة أوروبية تنتمي إلى فترة التاريخ القديم باعتبار أن الحضارة المينوية وسابقاتها الحضارة الكوكلادية كانت حضارتين بحريتين باعتبار تطورهما وتبلورهما في جزر كوكلادس وجزيرة كريت كما سبق في المحاضرة السابقة لقد بيّنت الكتابة الخطية باء أن أصحاب هذه الكتابة تكلموا لهجة هند أوروبية وتبين بأن هذه اللهجة هي شكل عتيق للغة الإغريقية ومن جهات أخرى نجد أن الشعار الهوميرية استعملت اسم الآخيون الزاخيان في الحديث عن الإغريق الأوائل وذلك بمناسبة حرب طروازة فالربط بين هذه المعطيات والسياق التاريخي خول للباحثين نسب هذه الحضارة المسنات بالمكينية إلى الآخيين لكن الأخيين في الواقع انضافوا إلى السكان السابقين أي الذين كانوا موجودين في الموقع منذ العصر أنيوليسي وبذلك فإن الحضارة المكينية ليست حضارة ناتجة عن الأخيين وإنما هي حضارة نتجة عن الاختلاط وعن الاندماج ما بين الآخيين والعناصر السابقة عنهم فالآخيون من حيث التعريف هم موجة هند أوروبية فينتسبون إلى قبائل هند أوروبية وفدت من حوض الغنوب على بلاد الإغريق القارية حيث استقروا هناك واختلطوا بسكان السابقين عنهم وذلك منذ أوائل الألف الثانية قبل الميلاد في الواقع كان مستوى الأخيين أقل بكثير من مستوى السكان السابقين عنهم الذين كانوا متأثيرين بمظاهر الحضارة المينوية التي انتشرت في بحر إيجا ومست أيضا بلاد الإغريق القاري وهم أيضا قوة محاربة عنيفة وهذه خاصية مهمة مميزة للآخيين لكنهم حملوا معهم عاداتهم وتقاليدهم الشمالية أي هنا نلاحظ اختلاف وتباين الثقافات ما بين العناصر الوافدة والعناصر البشرية التي كانت سبطين بلاد يونان وأيضا جزر كوكلاديس وجزيرة كريد فأولى آثارهم محليا عبارة عن فخار يسمى بالفخار المينيائي الفخار المينيائي وهو فخار بسيط مطلي يحاكي من حيث اللون ألوان بعض المعادن مثل الدهب الفضة أو النحاس وغير ذلك والواقع أن الموكينيين تثلمدوا حضاريا على يد المينويين طوال فترة الاحتكاك التي ربطت وجمعت بين الحضارة السابقة المينوية وهذه الحضارة الناشئة أي الموكينية وذلك ما بين 2000 إلى غاية 1400 قبل الميلاد والجادير بالذكر أن فترة الحضارة الموكينية تمتد على مدى خمسة قرون تقريبا من حوالي 1600 قبل الميلاد إلى غاية 1100 قبل الميلاد أو بسيطة عامة إلى غاية القرن الثاني عشر قبل الميلاد وأكبر تطور لهذه الحضارة أي عهد الازدهار والأوج كان بعدها سقوط كنوسوس بعد التخريب الثاني الذي حصل سنة 1400 قبل الميلاد كما سلف الدكر والغالب على الظن أن الموكينيين كان لهم دور في هذا التخريب باعتبار أنهم شكلوا قوة منافسة للقوة المينوية المهيمين آنذاك في عالم بحر إيجاء أو شرق البحر الأبيض المتصف بصفة عامة فالمخلفات الأثارية للموكينيين هي من مواقع متعددة وليست من موكيني وحدها ميكو بيلوس ميكو تيراند وطيبة وغير ذلك وهذه الأثار وهذه الأثار تتمتل في قصور محصنة كما يتبين من هذه الصورة لمدينة موكيني حيث تبدو المدينة محصنة جيدا وأيضا مقابر والواح الخطياباء وأيضا الخزب وقطع الحلي وهذه الآثار تنضاف إليها بعض النصص وخاصة منها الأشعار الهوميرية ونصص أخرى للتعريف بهذه الحضارة والتعريف بالموكينيين تميز الموكينيون في الواقع بكونهم قوة قارية مقارنة بسابقهم ولذلك يلاحظ أنهم اهتموا كثيرا بالزراعة وتربية الماشية لكنهم انفتحوا على البحر واستفادوا من تجارة البحرية سيرا على خطى المينويين وأيضا تمكنوا من الحلول في المواقع والأماكن التي كان المينويون قد سيطروا عليها وتوسعوا فيها في السابق سواء في بحر إيجا أو في السواحل آسيا الصغراء أو سواحل شطر البحر المتواصل بصفات عامة إذن وهذا التوسع وهذه الهيمنة التي مارتها الموكينيون طالت ترتحال الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والثقافي والغالب على الظن أنهم ربطوا علاقات متينة مع آسيا الصغراء ومصر باعتبار انتشار المنتجات كما يتبين من هذه الخريطة حيث تدل المربعات الحمراء على أماكن العطور على الآثار والمنتجات الموكينية أما بالنسبة لانهيار الموكينيين وزوال قوتهم سواء كقوة سياسية أو كحضارة فكان ذلك نتاج مستجدات القرن الثاني عشر قبل الميلاد وهذه المستجدات تتمثل في عاملين أو في ظاهرتين أولا نجد ما يسمى بهجومات شعوب البحر على مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط وكان لهذه الهجومات آثار تدميرية حيث نجد أن بعض القوى السياسية بعض المدن التي تم تخريبها ولم تتمكن من نهوض مجددا وأيضا نلاحظ مع هذه الهجومات تراجع قوة ونفوذ الدول التقليدية وانتماشها في حدودها التقليدية كما هو الشأن بالنسبة لمصر التي كانت تتقاسم منطقة الشرق الأوسط مع الدولة الحتية التي كانت تهيمن في آسيا الصغرى أو بلاد الأناظول العامل الثاني وهو المتعلق بهجومات الدوريين هجومات الدوريين وهم موجة ثانية من القبائل الهند أوروبي أي مثلهم مثل الآخيين الذين سبقوهم في البلاد الإغرق إذن فالدوريون دخلوا بدورهم في إطار موجات متتالية على الأرجح واستقروا بهذه البلاد والملاحظ وهذا يجب تأكيد عليه أن الدوريين كانهم تفوق على مستوى السليح باعتبار أن أسلحتهم كانت أسلحة حديدية في مقابل الأسلحة البرونزية التي انتشرت وكانت مستعملة لدى القوة المكينية إذن مع القرن الثاني عشر كانت لهذه الهجومات إيجابية هو أنها أدخلت معدن الحديد وتقنيات التعدين إلى بلاد الإغرق وبذلك سينتهي عصر البرونز ويبدأ عصر الحديد مع القرن الثاني عشر قبل الميلاد في بلاد الإغرق على وجه التحديد فنتج عن هذه الهجومات أي هجومات دوريين خراب وضمار محلي ببلاد الإغريق وأيضا تم القضاء على الممالك المكينية وسيطر الدوريون بذلك على العناصر البشرية أو السكان السابقين عنهم فتشكل فتشكل بذلك الشعب الإغريقي أي أن الشعب الإغريقي الذي سيعرف فيما بعد القرن الثاني عشر سيكون نتاج هذا التراكم في التعمير حيث نجد دوريين وقبلهم الأخيون وقبلهم اقترب الحال العناصر البشرية التي تنتمي إلى العالم المتوسطي وقاصة إلى فترة النيوليسي أو العصر الحجري الحديث تم خلال هذه الهجومات القضاء على مظاهر الحضارة المظهرة وخاصة اختفاء الكتابة سواء الكتابة الخطيئة أليف والحال التي اختفت مع المكينيين والكتابة الخطيئة التي كانت كتابة المكينيين فتدمير مجتمع أو الحضارة المكينية رافقه اختفاء هذه الكتابة وبالتالي فبلاد الغريق خلال الفترة الغامضة لن تعرف الكتابة وبالتالي لن نجد نصوصا محلية تتحدث عن تاريخ هذه البلاد ما بين قرن 12 والقرن الثامن ولن تعود الكتابة للظهور إلا فيما بعد إلا مع القرن الثامن قبل الميلاد في ضل احتكاك الإغريق مع الفينيقي مع الفينيقيين على وجه الخصوص إذن فكان نتاج هذا التدمير وهذا التخريب القوي والعنيف انتقال بلاد الإغريق إلى فسرة العصور المظلمة مع القرن الثامن والستمر إلى غاية القرن الثامن قبل الميلاد الواقع أن انهيار الحضارة المكينية كان على الأرجح تدريجيا لم يتم دفعة واحدة كما يعتقد أحيانا ويمكن تسير ذلك بالقول بأن الفوضى والاضطرابات الموافقة لهجومات الدوريين وشعوب البحر أدت إلى توقف التجارة وتوقف الطرق البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط وهذا أدى لا محالة إلى فقدان الممالك المكينية لكثير من موارد الثراء وخاصة منها الطرق التجارية والمحطات التجارية فحاولوا تعويض هذا أو هذه الخسارة من خلال التوسع قاريا أي الدخول في صراع أو في صراعات فيما بين الممالك الموكينية وهذا ما أضعفها كثيرا فكان الهجوم الدوري في نهاية الأمر بمثابة الحدث الحاسم الذي قضى على ما تبقى من مظاهر القوة لدى الموكينين طيب بعد هذه الوقفة السريعة على الموكينيين وتاريخهم ننتقل للحديث عن بعض مظاهر الحضارة المينوية والحضارة الموكينية فطبع الحال يتطلب الأمر وقت طويل للحديث عن كل حضارة بمفردها ونفضل أن نتحدث عن هاتين الحضارتين من خلال المقارنة فبالنسبة للنظام السياسي يمكن القول بأنه هو نظام ملكي لكن الملوك في الحضارتين لم يخلف صورا ولا تمثيل تذكر به فالملك لدى المينويين يشار إليه بلقب مينوس وله شارات وله رموز وله صلاحيات وسلطة واسعة فهو كبير كهنى يتولى القضائر جهاز إداري ناشيط يجب الدرائب يؤدي الرواتب عينا إلى غير ذلك أكيد أنه مرس سلطة انطلاقا من قصر كنوسوس الذي اشتهر بالمتاهة والذي عاش فيه المينوتور الوحش الأسطوري كما تمكن الملك المينوي من بصل سلطته على كل جزيرة سيكرت والظاهر من طابع الرقة المميزة للحضارة المينوية أن القوة العسكرية المينوية كانت متواضعة وظل القصر يمثل مركز السلطة لكنه كان متعدد الوظائف وقد تميز القصر المينوي وهذا مهم بانفتاحه على المحيط حيث لم يكن محاطا بأصوار دفاعية على عكس تركحال القصور المكينية وهذا مؤشر على الطابع السلمي لهذه الحضارة في المقابل نجد بأن الملك لدى المكينيين أشار إليه هوميروس بلفظ بازيلوس لكن هذه اللفظة استعملها هوميروس في الإشارة إلى ملوك آخرين في نفس الوقت مما يعني أن هناك ملوك يدينون بالولاء لملك موكيني الذي يلقب على ما يبدو بالواناكس والملاحظ أن القصور المكينية هي متأخرة في الزمن وشيدة منذ البداية في مواقع حصينة وتحيط بها أصوار دفاعية قوية وتلهر في التالي كقلاع محصنة والراجح أن سلطة ملك موكيني لم تكن واسعة وحاسمة نتيجة وجود أرستقراطية عسكرية لها كلمتها وهي بمثابة هيئة استشارية بجانب الملك لها دور سياسي كبير أكبر من دور أرستقراطية لدى المكينيين بالنسبة للمجتمع في الحاضرات يلاحظ أنه مجتمع مبني على التميز الطبقي حيث نجد الملك فئة الهرام ثم الأرستقراطية والفئات الدنيا لكن إذا كان الملك والفئة الأرستقراطية قد تحدثت عنها القصور والإقامات الفخمة والرسوم الجدارية والمقابر والآتات التامينة وبعض النصوص الأذبية نجد أن الفئات الدنيا لا توجد حولها معطيات تكشف مظاهرها وتعرف بها لكنها على العموم تشكلت في الغالب من المزارعين والعاملين في ضياء القصر وأراضي الأرستقراطيين وأيضا من الحيراثيين والتشجار والعمال وغير ذلك وتفيد بعض المعطيات أن المجتمع المينوي تشكل من عشائر كل عشيرة تربط بين أفرادها قربة دموية آلهة واحدة ويشكلون ولهم مقبرة أيضا واحدة ويشكلون قوة اقتصادية وقوة عسكرية ولهم إقامة مشتركة حيث بيّنت في هذا الجانب الأبحاث الأثرية عن بناية سكن يتسكوى من عشرين غرفة في الطابق السفليسة العودوا إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد لكن بعد ذلك اختفى هذا النموذج من السكن الذي يعتبر بأنه السكن الجامعي وظهرت بيوت أو مساكن صغيرة تتشكل من غرفتين أو ثلاث غرف فدل هذا في نظر بعد الباحثين عن انتقال من العشيرة إلى الأسرة في الجانب الاجتماعي الملاحظ أيضا حسب الرسوم الجدارية والتمثيل أن المرأة وهذا شيء مهم احتلت مكانة متميزة ومرموقة لدى المجتمع المينوي وذلك من حيث أناقتها كما يتبين في هذه الصورة أو من حيث مشاركتها في الحياة العامة وهذا على النقل مما عرفه المجتمع الموكيني حيث تراجعت هذه المكانة بشكل كبير وملفت لانتباه بحكم أن هذا المجتمع كان مجتمعا محاربا وبالتالي فهو مجتمع خاشين كما يتبين من المظاهر الفنية لمنتجات هذه الحضارة بالنسبة للاقتصاد باختصار يمكن القول بأنه قام على نفس الأسس لدى المجتمعين والملاحظ أن سيطرة القصر على المجال سمح لبعض الباحثين الحديث عن نمط إنتاج قصري فالاقتصاد بصفة عامة يقوم على الفلاحة وتشمال الزراعة المتوسطية وتربية الماشية أيضا والصيد البحري والغالب على الظن أن الممكنين ركزوا على الزراعة أكثر مما ركزوا على التجارة مقارنة بالمينويين والصناعة أيضا لعبت دورا في هذا الاقتصاد حيث نجد منتوجات صناعية متنوعة جامعت بين الجمال ودقة الصناع حسب الآثار وارتبطت أيضا بتحصيل الاكتفاء الداتي في البداية ثم تطورت بفعل تزايد الطالب وتطور الصناعة أدى إلى تخصوص حرافيين أو الصناع بل تخصوص بعض المدن في بعض الصناعات ثم نجد أيضا الصناعة التجارة عفوا حيث كانت الحاجة إلى المواد الأولية ضرورة حابة المينويون والممكنيون من بعدها من بعدهم الاستجابة إليها من خلال التوجه والنفتاح على العالم الخارجي إذن هو كان أيضا تطور الصناعة والبحث عن الطراء عامل أدى إلى رواج تجاري كبير ومن ثم انتشار المنتجات في شرق البحر الأبيض المتوسط على نطاق وازع ولعل حرب الطروادة التي روها هوميروس كانت ناتجة عن دوافع اقتصادية لدى الممكنين بالنسبة لجانب الثقافي نشير باختصار إلى الجانب الديني حيث تلاحظ تأثيرات شرقية في البداية كإلهة الخص ثم الحيوانات الخرافية خاصة لدى المينويين ونجد أيضا عبادة الآلهة المتعددة وتقديس القوة الطبيعية والحيوانات والديانات تعبر عنها الرسوم الجدارية والحفلات الدينية والطقوس وأيضا هناك تشابه على مستوى المعبودات بين الحضارة المينوية والحضارة المكينية حيث نجد أن المكينيين على وجه الخصوص قد عبدوا أكثر الآلهة التي ستعرف لدى الإغريق لاحقا وفي الحضارتين لا أثر للمعابد ليس هناك بنايات ومنشآت متعلقة بالمعابد وقد تميز المكينيون بمقابرهم الكبيرة والضخمة مثل الطلوي أو القبور في شكل آبار أو غرف المنحوثة وعرف المجتمعين أيضا الإيمان بالحياة الأخرى ومن ثم كانت العناية بالأموات وتقديم القرابين بالنسبة للجلب الفني سواء تعلق الأمر بمنتجات صناعية أو نحس المعمار فالكل يكشف عن لمسة فنية وإبداع كبير على مستوى الإنجاز وخاصة لدى المينويين وبصفة عامة يمكن القول بأن المينويين ركزوا على الرقة والجمال في حين أن المكينيين ركزوا على الضخامة والقوة كما يتبين ذلك من المنشآت المعمارية أو سواء الدنياوية أو الأخراوية شكرا على انتباهكم وبهذا ننهي المحور الأول لننتقل بعد ذلك في حصة مقبلة إلى المحور الثاني متعلق بالفترة الغامضة